بصوا بقى نروح للمهم نصلوا بنا عنها شوفوا جماعة لا بجد أصل الموضوع ده فرح ناس كتير اللي أنا هتكلم فيه أو تحديدا التصريح اللي أنا هتكلم بشأنه ده دلوقتي ناس كتير جدا جدا كانت مستقلة من المشهد اللي حصل مع الأهلي طبعا في السودان وتحديدا مع علي لطفي اللعب بتاعنا قالك هو علي لطفي ليه ما ردش هو علي لطفي ليه ما خدش حقه هو علي لطفي ازاي كان يعني عنده صبر كده أو كلمسك أعصابه كده في حاجات زي كده أي رد فعل بني أدم طبيعي يعني بني أدم احنا كلنا بننفعل كلنا بني أدمين عندنا برضو زي ما تقول كده يا كريم حد هيغلط فيك غزبة عنك هترد في ثانيتها يعني ده اللي بيبقى 90% بيحصل يعني خصوصا بقى لما حد يتعدى عليك كمان بالضارب يعني انت وقف في حالك كده لاي حد ضربني يعني أول رد فعل هردله نفس الفعل يعني فبجد لا تعالوا بقى نشوف وجهة ناظر علي لطفي وأنا هحييب بصراحة في وجهة ناظر ودي رغم أن أنا كنت برضو من الناس اللي هو يعني علي انت ليه ما خدش حقك حتى يعني لأنه خلاص هو حصل تعدي عارف أنت خلاص الموضوع فيه تعدي ومبالغ فيه فلما بيبقى فيه حاجة مبالغ فيها خلاص بقى بتقول خلاص بقى بس علي لطفي بجد ما قالش خلاص بقى خلينا نقولها بها ذا الشكل بس هو ميسك نفسه ليه ميسك نفسه هو ده اللي هنفهمه من التصريح الجاي هو راح تحديدا علي لطفي وكتب على حسابه الرسمي تحديدا انستجرام وده كان مبرح بالليل هو قال اللي حصل في المباراة الهلال يعني كان آيل أنا مش حابب أتكلم فيه ولا حابب كنت أذكر هذا الموضوع تاني أصلا لكن بسبب حالة الحب اللي رأيتها في الجماهير المصرية المحترمة وجمهور الأهلي بالأخص والذي أعتز به وصاحب الفضل علي أو علي وعلى كل من ينتمي للنادي وبخصوص اللقطة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أريد التوضيح بص بقى كريم لست ضعيفا ويمكنني أخذ حقي من أي شخص وتربيت طوال عمري على احترام الشخص المحترم وأعلن كيف أتعامل جيدا مع الشخص الغير محترم وأيضا الحصول على حقي بأي طريقة تابع كمان قال في تلك اللقطة لم أمثل نفسي ولكن مثلت مصر وكبير إفريقيا وحديث العالم الكروي كله بعد الأداء المشرف بشهادة جميع نقاد الكرة في العالم أمام ريال مدريد الأفضل في العالم كنت أعلم أن العيون ستكون علينا لسيامة أن هذه أول مباراة عقب كأس العالم للأندية وبداية مشوارنا الإفريقي كمان استرسل في كلامه قال كما قلت الأجواء كانت مشحونة وأعلم أن أي رد فعل مني كان سيخذق بشكل مخالف خاصة أننا تربينا في أن مصر والسودان شعب ووطن واحد ولكن حالة الشحن التي قبلناها هناك من قلة يعني هنقول قلة قليلة كانت غير طبيعية منذ وصولنا وهتفات معادية طوال اللقاء بالرغم أن كان أو كنت أعلم أنها مباراة أو الكاف كان يعلم أنها مباراة بدون جماهية تحديدا الكاف وده نقطة تكلمنا فيها ناو أنت أكتر من مرة يعني ولكن ذلك ليس اختصاصي ولدينا مجلس إدارة قوي يعلم كيف يحافظ على حقوق النادي الأهلي استرسل برضو كده أو أوضح أو أضاف خلينا نقولها مجلس إدارة الأهلي قادر على حماية كل حقوق النادي ولكن أي رد فعلي مني كان سيؤخذ بموقف غير سليم وأعلم أن المجلس بقيادة الأسطورة محمود الخطيب سيأتي بحق كل لاعب وفرد فيه منظومة الكرة وفي النهاية قال أريد أن أتواجه بالشكر والإمتنان والتقدير لجمهور النادي الأهلي العظيم على رسائل الدعم اللي قبلتها وأكرر أن بمقدرتي الحصول على حقي جيدا ولكن لا يمكنني فعل شيء يضر بسمعة النادي الأهلي الذي ألعب له وبلدي صاحبة الريادة الإفريقية بجد تصريح محترم وتصريح زي ما تقول كده شفغ لنا شوي لأن احنا كنا زعلانين بص يا كريم أي حد بيتعد على فرد من اللعيب هو بيتعد علينا يعني هي القصة كلها ده مش لعب يمثل نفسه ده لعب يمثل النادي الأهلي وبالتالي أنت جمهور من جماهير النادي الأهلي فكأن الاعتداء ده جي عليك فالواحد كان متعصب ومتداي ويمكن ده كعلمان اللي الشناوي بالمناسبة حس به بعد لما اللقطة دي حصلت وشناوي طبعا انفعال وغيره وعلى فكرة أنا مع الشناوي جدا في الانفعال وتاني هنرجع نقول ده الرد فعل الطبيعي لأي إنسان يعني اللي عمله علي لطفي ده شيء شوية فوق الطبيعي إنه هو يمسك نفسه لما يتعرض لاعتداء جسدي مش أي حد يقدر يعمل دي على فكرة وفي العالم كل شفنا نجوم كبيرة كبيرة وأسباء كبيرة ما بتمسكش نفسها أبدا وبتضرب وبيتم التعدي لما بيكون في تجاوز بحقها في الملاعب لكن علي لطفي شابو بصراحة هو يتكلم من وجهة نظر إن ده النادي الأهلي هو يمثل النادي الأهلي مكانش عايز يعمل مشكلة لا مع النادي الأهلي والسودان ولا مع مصر والسودان وكان واثق إن النادي الأهلي تحت قيادة كابتر محمود هيجيبوا حقه يعني وده اللي بيحصل فعلا يا كريم بس برضو لقطة مش سهلة انت فاهم قصدي التحكم في الأعصاب ده قدرة مش أي حد يقدر عليها وانت بتتكلمي على اللعيبة كبيرة وقتتكي أوع كلمة اللعيبة كبيرة وحول العالم سرحت في كسر من الثانية في زين الدين زيدان ولسه والله كان في دماغي برضو اللقطة الأشهر في مشواره وفي تاريخه زين الدين زيدان من اللعيبة اللي عمره ما خد حتى إنذار في أي ماتش شارك فيه إبراهيم وفيتش بالمناسبة يعني فيه ناس فعلا يعني بصوا هقول لحضراتكم حاجة من وجهة نظري طبعا اللي قام به طبعا اللعب اللادي الأهلي عالي يعني ممكن يكون مفار لاختلاف وجهة النظر عفوا فيه ناس ممكن تبقى فعلا سخنانة قوي على تفصيلة النرقة يعني إيه يعني إزاي بعدين هو اللي خد المبادرة فبالتالي طبيعي جدا يبقى لنرد فاعل لكل فاعل رد فاعل أنا مشكلتي في الفعل ذات نفسه بغض النظر عن رقي رد الفعل وبالمناسبة رقي رد الفعل ده اللي شفناه من خلال هذا التصريح ومن خلال هذا البيان لللاعب هو بيمثل أخلاق النادي الأهلي عموما وبيمثل أخلاق أجيال متعقبة من لعيبة النادي الأهلي اللي تعامل ده هذا القدر من الرقي والاحترام والثبات الانفعالي والتحكم في الأعصاب وإثار مبادئ وقيم ومفاهيم كلنا متربيين عليها ده اللي النادي الأهلي شخصيا بيعمله ده اللي كابتن محمود الخطيب ذات نفسه بيعمله ومش بيعمله بقاله فترة قليلة ده بيعمله بقاله فترة طويلة جدا وهو برضو من الناس القادرين جدا على الرد على كل المهاطرات اللي هو كان مرمى لسهامها طول الفترات اللي فاتت ولكن كان دايما بيختار إيه الاحترام والروقي والثبات الانفعالي والحصول على الحقوق من خلال الطرق الشرعية لكن أي حد بيخالف هذا الأمر أكيد مش هيبقى حتى لايء على لعيبة النادي الأهلي فرد فعل محترم جدا من اللاعب وتاني أرجع وقول قد يكون هناك البعض ممن ما زالوا يشعرون بالغضب فبالتالي مش هيبقى راضيهم قوي كلمتين دول لكن دي أخلاق النادي الأهلي طبعا ما بنشوفش لعبتنا بينزلوا وبيتعاملوا بالضرب أو بالتعدي يعني الجسد واللي زعالك أكتر وارجع وقولك إن الحكاية دي حصلت فيه في السودان يعني السودان بصفة خاصة ماينفعش وبعدين أنا مش عارف ليه الحكاية دي بتتكرر لاعتبارات مجهولة بالنسبة لي بس الاعتبارات دي لازم تتنسف لأن احنا بنتكلم على مصر والسودان يعني طيب عموما